بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل في المساحة بالوصلة في الجزء دوت هنتكلم على أنواع الانحرافات احنا اتفقنا فيه عندنا نوعين من الانحرافات نوع يسمى الانحراف الدائري أو الهول سيركل بيرينج ونوع يسمى الكواندرالتال بيرينج أو الريديوز بيرينج أو الانحراف المختصر باللغة العربية هنشوف ايه الفرق ما بينهم قلنا الانحراف الدائري الهول سيركل بيرينج هي قيمة الزاوية المقاسة في اتجاع اقرب الساعة بداية من خط الشمال الى الضل طيب القيمة دي بتتراوح من كام من سفر الى تلتمائة وستين درج ودايما تقاس فيه اتجاع اقرب الساعة طيب مالكو الدرالتال بيرينج أو الانحراف الربع دائري أو الانحراف المختصر ده عبارة عن ايه يقول لي لا الانحراف المختصر دوت هو قيمة الزاوية المقاسة من المحور الرأسي سواء كان اتجاه النورس او الساويس ايهما اقرب الى الضلع وهذه القيمة تتراوح من سفر الى تسعين ليه لان انا بقول ربع دائري يعني ايهما موجودة في الربع الاول او التاني او التالت او الرابع بس هنا في حاجة مهمة جدا لما باجي احدد الانحراف الربع دائري لازم احدد الربع اللي هو فيه يعني لازم اقول الانحراف ده الدلع ده وقع فيه الضبع نورس ايست او الساويس ايست او الساويس وست او النورس وست ولازم ابتدي زي ما انتم شايفين كده لازم ابتدي بيه المحور الرأسي اللي هو اتجاه النورس او الساويس يعني ما ينفعش اقول ايست ونورس ده كده غلط لان انا بقى ايست دايما من اتجاه النورس او من اتجاه الساويس زي ما اتفقنا المحور الرأسي طيب ده ترو نورس لو جيت خدت الزاوية كده في اتجاه عارب الساعة دي يبدأ الانحراف ده انحراف دائري قيمته دي 138 درجة 27 دي 44 درجة طيب وده 58 وهكذا ده الانحرافات انما لو حددت في الربع الاولاني ده كده الواحده اقول ايه بل انحراف الضلع من او الى ايه انحرافه كام اقول نورس ايست الاول ده الربع دائري وبعدين قيمة الزاوية دي كام 58 درجة 41 دقيقة 23 ثانية طيب الانحراف الربع دائري في الول سيركل بيرنج فقط في الول سيركل بيرنج انا لازم ابتدي من قط الشمال وامشي في اتجاه عارب الساعة اما في الانحراف الربع دائري ممكن امشي في اتجاه عارب الساعة وممكن نمشي عكس اتجاه عارب الساعة الريديوز دي بيرنج تعالى بقى هنا الهول سيركل بيرنج لو هي من سفر الى تسعين تقع في الربع الاولاني الريديوز دي بيرنج يساوي الهول سيركل بيرنج بس لازم زي ما احنا كتبين كده من النورس الى الاسم طيب لو من تسعين لمية وتمانين يبقى يقع في الربع التاني ويبقى الريديوز دي بيرنج عبارة عن مية وتمانين ناقص الهول سيركل بيرنج والقيمة دي اكتبها ما بين الساويس والإيست يعني تكتب في النص سين طيب لو القيمة في الهول سيركل بيرنج من مية وتمانين الى متين وسبعين يبقى تقع في الربع التالت وفي الحالة دي الريديوز دي بيرنج بيساوي الهول سيركل بيرنج ناقص مية وتمانين وبيكتب ما بين السويس والويست لو من 270 إلى 360 يبقى أنا في الربع الرابع ورديوز بيرينج بيسوي 360 ناقص الهولد سيركل بيرينج والليترز بتاعتها هي الـ N و الـ W